ارتفاع درجة الحرارة ايضا دفع بالعديد من المواطنين الى الذهاب للشواطئ لمواجهة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حيث شهدت شواطئ محافظة الاسماعيلية اليوم اقبالا ملحوظة من اهالي المحافظة فضلا عن الزائرين من المحافظات المجاورة والذين جاءوا للاستمتاع بالجو المعتدل والترويح عن النفس ومواجهات هذه الموجة تشهد البلاد بالفعل موجة شديدة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية وقالت هيئة الارصاد ان السبب فيها هو تأثر البلاد بريح جنوبية شرقية قدمة من شبه الجزيرة العربية تتوقع الهيئة انكسار هذه الموجة ومن الخميس بانخفاض متوقع في درجات الحرارة يتراوح من 11 الى 12 درجة